صباح الجمال عليكم يا أجمل شباب في الدنيا أتمنى تكونوا بخير معكم ترينا جورج صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الإنجليزية النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة صغيرة لطيفة كده عن irregular plurals والregular plurals يعني أنا لو عندي اسم وعايز أجمعه الاسم ده في singular وفي plural الـ plural ده ليه أشكال احنا كنا قلنا في المحاضرة الخاصة بالـ indefinite articles اللي هي الـ a وال-n الأشكال بتاعت الـ regular plural إن أنا إزاي أعمل plural مرة بالـ s ومرة بالـ es ومرة بالـ i es النهاردة بقى هناخد الـ irregular plurals تمام؟ لو حضرتك ما تفرجتش على المحاضرة بتاعت الـ indefinite articles هننزلها لك هنا دلوقتي اتفرج عليها وبعد كده تعالى اتفرج على المحاضرة دي طبعا ما تنساش تعمل like و subscribe وتقول لكل أصحابك على القناة صح صح وفوق وكوبات الشاي جميلة ويلا بينا نبتلك بصوا يا شباب إحنا عندنا النونز متقسمة لـ countable يعني أسماء تعد و-uncountable يعني أسماء لا تعد تمام؟ الـ countable ده فيه singular يعني مفرد وفيه plural يعني جمع والـ countable ده مفوش singular و plural يعني هو للي مفرد وللي جمع زي كلمة information مثلا زي كلمة furniture مثلا الحاجات دي ملهاش singular و plural زي كلمة milk ملهاش singular و plural زي كلمة rise وهكذا تمام؟ طيب الدرس بتاع النهاردة احنا عندنا نوعين للـ plural فيه حاجة بنسميها regular plural يعني مثلا لما أقول book a book مثلا فهنا تقول لي books ده بنسميها regular plural regular plural إن أنا بحط s أو أحط es مثلا لو قلت مثلا watch اللي هي ساعة يد هتبقى watches أو لو قلت مثلا a factory ومتقيل هنا factories فأنا كده في الحالات دي حطت es أو es أو ies التلاتة دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم regular plural اللي هو الجمع المنتظم اللي أنا هتكلم فيه في المخاضرة بتاعة دلوقتي هو irregular plural irregular يعني أنا عندي أنماط غير منتظمة للجمع مش النورمال يعني يعني لما قلت child مش هتقول لي child ما فيش هاسمع كده هتقول لي children ليه؟ لأن ده irregular plural تمام؟ الرغل plural فيه حاجات كتيرة منها محتاجة أنها تتحفظ زيها زي الرغل كده زي لما أجا أقول لك مثلا write الماضي بتاعها wrote الـ عرفنا منين هي irregular فلازم تتحفظ نفس الفكرة في irregular nouns أو irregular plurals لازم حضرتك تحفظها وتبقى معدية عليك مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان ما يدهكش عليك وانت بتحل في أي إجزام أو في أي متحاني قبل تمام؟ يلا بينا في السلايد اللي جاية نتناقش بالتفصيل في irregular plurals بصوا أبطال irregular plurals أنا هاملها لكم مجموعات المجموعة رقم واحد إن أنا ما بغيرش الكلمة يعني كلمة دير يعني غزال وكلمة دير يعني غزلان طب أنا أعرف منين هي مفرد ولا جمع لو لقيت قبلها indefinite article يعني لو قلت لك I saw a deer كده أنا بتكلم على غزالة واحدة لو قلت لك I saw deer من غير indefinite article يبقى أنا بتكلم على أكتر من واحدة فكده في الحالة دي هي plural بس هي إيه irregular غير منتظم يعني تمام؟ طب ناخد مثال كمان كلمة شيب خلي بالكم مش كلمة شب كلمة شب اللي هي سفينة جمعها شيبس عادي ده regular ده عادي حطت اس إنما كلمة شيب اللي هو خروف لو حبيت أجمعها هي شيب برضو طب إم تعرف هي مفرد ولا جمع أحط هنا indefinite article we have a شيب يبقى عندنا خروف واحد we have شيب يبقى عندنا أكتر من واحد يبقى irregular plural تمام؟ طب كلمة fish لو قلت a fish يبقى بتكلم على سمكة واحد لو قلت fish يبقى سمك more than one خلي بالكم إن كلمة fish ممكن تستخدم يعني regular يعني أقول fish fishes وممكن تستخدم irregular اللي هي fish fish إيه الفرق؟ لو أنا بتكلم على السمك بشكل عامل في البحر اللي في المحيط هي fish fish شفنا سمكة واحنا يعني بنصطاد ولا واحنا رجبين المركب يبقى i saw a fish شفنا سمك يبقى we saw fish إنما عادين في البيت بناكل ماما جابتلي طبق حطتلي فيها سمكة بولتي مثلاً وسمكة بوري يبقى i have two fishes لأن أنا معايا سمكتين من نوعين مختلفين من السمك تمام؟ خلي بالكم من الحتة دي لأنها مهمة جدا طيب يبقى لو قلت i saw a deer last night أنا كده بتكلم على غزال واحد لو قلت i saw deer last night يبقى أنا بتكلم على اثنين أو أكتر يبقى ده plural ده singular ليه؟ عشان أنا عندي الindefinite article هنا اللي هي أداة الناكرة طب ناخد مثال كمان i saw a lot of deer last night a lot of هنبقى يعني نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرة بتاعة الكوانتيفيرز إنما a lot of ينفع يجي بعدها plural countable يبقى i saw a lot of deer يبقى في الحالة ده ده plural شفت غزلان كتيرة ممكن أقول i saw many deer last night يبقى كده برضو plural لأن أنا جايب many ممكن أقول i saw some deer last night يبقى ده plural لأن أنا جايب some كمان ممكن أقول i saw a herd of deer last night خلي بالكم بقى a herd of دي الوحدة قطيع من الغزلان أو من الأيل يبقى i saw a herd a herd of deer last night برضو أنا كده بتكلم على أن ده قطيع غزلان يعني القطيع ده مكون أكيد من أكتر من غزال تمام فكلمة deer هنا أنا بتكلم عليها القطيع كله a herd of deer تمام يبقى النوع الأولاني من irregular plural لأن أنا ما بغيرش الكلمة بتنزلي زي ما هي deer deer sheep sheep fish fish طبعا تقدر تعمل الليستة بتاعتك اعمل search على جوجل دور من مصادر مختلفة وهات الكلمات اللي تقدر تلاقيها أنها فيها irregular plural وبتنزل زي ما هي وكتبها وكل كلمة تكتبها تاخد عليها example sentence تمام يلا بينا على السلايد الوراها المجموعة رقم اتنين بنغير الأو أو نخليها ee يعني كلمة tooth اللي هي سنة جمعها teeth اللي هي أسنان كلمة foot اللي هي قدم يعني أخليها feet اللي هي أقدام يبقى tooth teeth foot feet يبقى ده singular إنما ده plural ده singular إنما ده plural the dentist pulled out a tooth last night يبقى هو خلع لي إيه سنة واحدة tooth يبقى جيب معها indefinite article خلع لي سنة أنا سنة معرفش تمام طب لو قلت the dentist pulled out two two يبقى اتنين يبقى more than one يبقى two teeth أدي الإي إيه أهي last night خلع لي سنتين أو خلع لي درسين تمام يبقى المجموعة الأولانية ما بنغيرهاش خالص اللي اسمه هو هو اللي بيفرق بس إن فيه indefinite article ولا ما فيش المجموعة التانية بنغير الأو أو لإي إي تمام يلا بينا على سلايد الوراها مجموعة رقم تلاتة أنا بغير الإيه أخليها إيه فلو كلمة man أخليها من كلمة woman أخليها women تمام فأنا ده singular وده plural ده singular وده plural فأقول I saw a man last night شفت راجل آمان بالإيه أهي حطيت الين دفنت article أي راجل بقى شفت راجل مبارح طب لو قلت أنا شفت رجال مبارح يبقى I saw من last night من يبقى أنا بتكلم في plural إنما هنا بتكلم في singular تمام يبقى المجموعة الأولانية الكلمة بتنزل زي ما هي المجموعة التانية بغير الأو أو بخليها إي إي زي tooth teeth المجموعة التالتة بغير الأي بخليها إي زي man من أو woman women تمام يلا بينا على المجموعة الوراها مجموعة رقم أربعة أنا بغير الف إي أو الف أخليها في إي أس يعني كلمة wife أخليها ف إي أخليها wives زوجة وزوجات كلمة life اللي هي الحياة أخليها lives اللي هي جامع كلمة حياة يعني حياة فلان وفلان وفلان يبقى their lives أو he saved our lives أنقذ حياتنا كلنا تمام يبقى لو انتهت بإف أو ف إي أحولها في إي أس كلمة shelf أخليها إفة هي في إي أس تبقى shelf اللي هو رف وقرف كلمة half اللي هو نص half وهاف يعني لو جبت خمس برتقانات وقطعتهم من نصاص يبقى أنا عندي I have ten halves يعني عندي عشر إنصاص تمام لو جبت كلمة loof loof اللي هو رغيف أشيل ال if وحط ves فتبقى loof كلمة leaf اللي هي ورقة الشجر تبقى leaves وهكذا تمام he has a wife عنده زوجة يبقى ده singular ليه لأنه أنا عندي ال 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 وهنا الف اي طب لو هم اتجوز أكتر من واحدة أو هم اتجوز مثلا اتنين وهم اتجوز ثلاثة أو أي حاجة يعني مهم إن في عدد أكتر من واحد يبقى he has more wives than his brother كده معناها إنه عنده زوجات أكتر مما أخوه عنده تمام يبقى wife fe خلتها ves تمام يلا بينا على سلايد الوراها النوع اللي بعد كده ده irregular يعني مثلا لو قلت كلمة child يعني طفل هقوم قيل children لو قلت ox ox يعني طور جماعها oxen يعني تيران تمام يبقى children ox oxen فhe has a child يبقى ده singular عنده طفل واحد لأن ده indefinite art طب لو قلت he has children عنده اطفال يبقى عنده اتنين او اكتر يبقى ده plural تمام يلا بينا على النوع الورا بصوا يا شباب عندي criterion اللي منتهي ب i o n ده ده singular عندي criteria ال i a ده plural criterion يعني معيار و criteria يعني معايير فاللي تنتهي بال i o n ده singular واللي تنتهي بال i a ده plural لما اجا اقول phenomenon phenomenon يعني ظاهرة لما اجا اعملها plural هتبقى phenomenon هي بس مش بين الاخيرها هنا ممكن اكتبها لكم phenomenon يعني ظاهر تمام يبقى ده singular انما ده plural تمام يبقى phenomenon اخر او n كده يبقى دي انا بتكلم على حاجة واحدة phenomenon بقت ظاهر بقت اكتر من ظاهرة يبقى criterion مفرد criteria جمع phenomenon مفرد phenomenon جمع فلما اقول solar eclipse solar eclipse يعني الكسوف الشمسي انا بتكلم على حاجة واحدة is a ادي الاندفنت ارتكال اهو a natural phenomenon لان انا بتكلم على singular انما لو بتكلم على plural فهو امتقيل solar eclipse and lunar eclipse اللي هو الكسوف الشمسي والخصوف القمري انا بتكلم على حاجتين فامتقيل الverb are لان انا بتكلم على حاجة اتنين يبقى solar eclipse and lunar eclipse يبقى انا عايز plural شيلت الاندفنت ارتكال طبعا وامتقيل بدل phenomenon امتقيل phenomenon يبقى solar eclipse and lunar eclipse are natural phenomena يبقى انا انا بتكلم على اكتر من phenomenon phenomenon حاجة واحدة phenomenon اكتر من حاجة يعني اتنين فاكسر يبقى natural phenomenon يعني زواهر طبيعي تمام يلا بنا على السلايد اللي الملحوظة اللي بعد كده يا شباب ان كلمة oasis اللي هي واحة اللي بال i ده singular اللي بال e oasis ده plural يعني ال i دي لما بقت e هنا انا بتكلم على واحة واحدة oasis واحة oasis هنا انا بتكلم على واحات axis برضو اللي هو المحور axis وaxes ده اللي بال i ده singular إنما اللي بال e ده plural تمام crisis وcrises اللي هي أزمة وأزمات يعني فهنا ده singular إنما ده plural أوكي هنا دي بال i إنما دي بال e أوكي ف i saw an oasis yesterday بقى شفتوا واحة واحدة حطت لها ال indefinite إنما i saw some يبقى أنا عايز بعدها plural countable يعني شفت شوية واحة لأن أنا بال e أهي مبارح تمام يا شباب يلا بينا على سلايد الوراها آخر ملحوظة أقول هلكم في مخاضرة النهاردة يا شباب إن أنا ممكن يكون عندي اسم plural وبستخدمه ك singular يعني مثلا كلمة crossroads هي singular و plural كلمة species اللي هي مثلا أنا أقول لك وسائل المواصلات ممكن أتكلم على القطر كواحدة من المينز المواصلات ممكن أتكلم على الوسائل كلها وسائل المواصلات تمام ممكن أتكلم على كلمة species ممكن أتكلم عليها كفصيلة أو كفصال تمام يا شباب خلي بالكم بالمحوظة دي لأنها مهمة جدا تمام وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة النهاردة محاضرة لطيفة عن الرئيجولر لو حضرتك مهتم أنك تلتحق بباقي محاضرات الكورس وتحصل عليها أو عايز تحضر معنا المراجعات النهائية تقدر تتوصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحجز مكانك والحصول على باقي المحاضرات أشوفكم في المحاضرة اللي جاية على كل خير إن شاء الله ربنا يكون معنا لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وما تنساش تفعل الجرس علشان إييلك بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي